سلافة وخرجي ممثلة رائعة وأكثر من رائعة قدمت العديد من الأدوار الشريرة البسيطة الطيبة السياسية شفتك نائبة وشفتك زوجة سياسي كبير وشفتك في أعمال تاريخية زادة كيف كيف لماذا لم تكن موجودة في هذا الفيلم؟ حبيت أني أكون خافي الكواليس حسيت أني بهذا الفيلم خليني يكون بهذا المكان بسند لوائل تعاون فني معه بالسيناريو بالحوار لأ بكل شي كنتي بكل شي حياتي صار في حال التبني أنه خلص هذا الفيلم أنا لازم أكون وراه لازم أكون معه آمنت فيه كتير وحبيته كتير لوائل وللفلم لوائل والفيلم والشخصيات والأفكار كل شيء لهيك راح التبني للحال القصوى يعني وإن شاء الله هذا الشي حسوا الناس وكان فيه عندنا مجموعة رسائل مجموعة مسيجات بتمنى توصل لهيك حسيت أن هذا المكان هو الأفضل بعد ما تفرجت في الفيلم تمنيت أنك شاركت أنك كنت موجودة مع الطاقم نهائيا ما شفت شروحك فيه حتى دور؟ نهائيا لأنه حسيت أنه كل حدا منهم كان بأجمل حالاته هي بنت الأدوار السلافية هي لعملت الديكوباج والسيناريو والحوار يعني فهي كانت قادرة بعرف الشخصيات كلها حافظتها فهمانتها بالعكس كنت عم حس بسعادة وقت عم ببني السيناريو وعم ببني الشخصيات وعم بتعامل بعدين معهم أنه كيف نحنا عم نخلق الشخصية هاي كانت متع رهيبة كانت عندي ما حسيت بهذا الشيء وأعجبت جدا بالشيء اللي عملوا الجميع عكسك أستاذ وائل كنت مخرج وممثل في الفين كنت مخرج وممثل وهذا صعب جدا وخصوصا عم بلعب شخصية رئيسية مع بقية الزملاء اللي بوجهه لهم تحية جميعا من فنيين أولا وفنانين وإنتاج طبعا شركة الإنتاج واللي تصدت لهي التجربة مشكورة طبعا صعب بيكون واحد ممثل ومخرج هاي التجارب شفناها بالعالم العربي بحالات خاصة بالسينما العالمي موجودة عملها ميل جيبسون ببريف هارت وأكتر من حدا عملها ولكن هي فيها ريسك عالي بالخسارة أنا كان عندي يعني مثل ما بيقولوا ضمانة ضمانة هي وجود سلاف بالكونترول فأنا كنت محمي يعني أنا كنت أتلمع عم مثل كممثل أنا كنت نسياني أنا مخرج عندك ثيقة فيه لا طبعا أكيد مو عندي ثيقة هي أماني فأنا عم مثل وهي المخرج اللي عم يقودني كيف كنت صعبة ولا كنت سهلة آخر مرة بشتغل معك هو الجميل فالحكاية ونتصور لكل ما تجتمع وما بعضكم يسئلوكم نفس السؤال لرغم الطلاق قاعدين توريوا في صورة ياسر مزيانة صورة المطلقين ولكن أوكي الزواج صار انفصال لكن ما صارش انفصال فني اليوم منتما مجتمعين في نفس الفيلم وحتى فما شكون قال فيلم عائلي فيه صغاركم الزوز أولادكم الزوز تتقلق منها سوليف أنه يقولوا فيلم عائلي المخرج هو زوجك السابق الكاتبة السيناريو حضرتك أولادك الزوز يكونوا موجودين كيف كيف في الفيلم هلأ بس مشان يعني شوية هيك نحط النقط على الحروف هو لم يحدث طلاق هو فقط انفصال وهو كان يعني قرار مشترك والانفصال وما أمل الرجوع يعني إن شاء الله هو ما قرر مشترك لحظة شوية بس بكل الأحضاء خليه يحكي خليه يحكي سوليف فأكيد صعب صعب يصير انه نحن سوى كأصدقاء سوى كزملاء سوى كأب وأم لحمزة وعلي فهو في يعني فالموضوع له كتير حيثيات وكتير مفاعيم بس نحن مع بعض ودائما إن شاء الله يعني هذا شيء شخصي آخر بس نحن سوى ونحن لسا مكملين بإنتاجنا بشغلنا بحياتنا بمسؤوليتنا تجاه أكبر نعم الحمد لله الله بعثنا إياها اللي هي حمزة وعلي الشيء الثالث اللي حكيتي إنه الفيلم عائلي هو الناس هيك عم تقول لأنه بالصدفة صار إنه وائل هو صاحب المشروع هو المخرج أنا تصديت للسيناريو للحوار للتعاون الفني بالصدفة إجا حمزة بمثل كمان علي لأنه في أدوار طليق بحمزة وعلي سولاف بتقول لجملة حلوة كتير إنه هو فعلا فيلم عائلي دايما هدا اللي بدي قوله إنه هو الفيلم عائلي بس ليس حصريا بعائلتنا كانت مجموعة الفيلم من فنانين وفنيين إحساس عالي بانتماء للعائلة ضمن إكيب هذا العمل سواء بالأفق أو بالإنز كانوا عايشين هاي الحالة فكلياتنا صار فيه انصهار بين بعض كنا حريصين إنه نخلق هاي الأحساس طبعا بس سولاف كان إلى المساهم الأكبر بإنه تخلق هدا الجو العائلي خاصة إنه حمزة حمزة وائل رمضان اللي هو رجع للتمثيل بعد سنوات كان موجود معك في مسلسل كليوباترا كان بطل في كليوباترا ومن أخراج وائل رمضان ونتفكر حتى في حوار ليه يقول إنه كنت ياسر شديد معه وصعيب برشا معه وخليه يمكنه بطل التمثيل مشي للطب مشي للطب أشي للطب بسبب وائل اختار يكون طبيب تخيل يكون طبيب ولا يشتغل حاطة طب فن نرى وحاطة طب فن يعني فما ممكن نقاط مشتركة بين الفن وبين فن الطب زاد كيف كيف سولافة وخرجي قصيت عليه في أهم نقطة كان يحكي فيها خليتك تكمل حديثك كان يقول إنه فما إمكانية الرجوع وذي أول مرة يمكن نسمحها من عند وائل رمضان أنا أملت ليه كنت تحكي قلت قلت ما نحبش الانفصال أكيد ما بحب الانفصال لا أكيد ولا سولافة حب الانفصال لا طبعا أكيد بس نحنا حبينا هيك نعمل شو لا يعني لما حسينا إنه هذا الشي إنه هو إحساس لما حسينا إنه هذا الشي بلحظة ممكن يفيدنا أو يمكن يخفف وطقة الحياة والضغوط الحياة فإلنا يمكن هذا يكون قرار صائب يعني انفصال مع وقف التنفيذ لأنه ممكن هذا الشي يعيد تأهيل العلاقة من أول وجديد ممكن إيه ممكن لا هو الأكيد إنكم قاعدين تعطيوا في صورة جميلة للمنفصلين راو كينا ننفصلوا ما نشمع نيها بش نوليوا أعداء نجموا نقعدوا أصدقاء نجموا نتعاملوا مع بعضنا لمصلحتنا ولمصلحة العائلة ولمصلحة الأولاد زادة كيف كيف نحييكم على العقلية هذه المذبية لحقيقة من خلالكم أنتم ما تنتشر على خطر أن نتصور قاعدة تشوف سلاف المطلقين اليوم تصير علاقتهم متشنجة يصيروا أعداء ينسوا أنه بناتهم أولاد طبعا هذا صاير للأسف صاير بس الأسف بده وعي وبده أنه الواحد ما ينسى يظل ممتن لللحظات الجميلة يظل يتذكر اللحظات الإيجابية لأنه وقت بعدها بيلاقيها أكتر بكتير هذا الكلام اليوم لألك أولا لألك أولا وعام ثانيا أنه دائما بيكون كفة الميزان الإيجابية هي بتكون الأرجح هي بتكون الأقوى وصعب العمر يخلص بمشاكل الحياة أكثر من أنه هي تخلص بصراع وأبسط من أنه الواحد يخسر ناس هنا كانوا جزء منه فالقصة كتير بده وعي وبده احترام وامتنان لكل تفاصيل الحياة هي مو قضية درس يعني ما بنعطي درس نحن طبعا أكيد نحن بنعطي درس للمتصلين إذا بدك هي أبسط بكتير مني أي اتنين بجتمعوا عم بحكي على علاقات الحب يعني الرابط بيناتهم الحب بالأساس فاتتوج بعلاقة زواج أولاد بس الرابط الأساسي الحلقة الأولى هي الحب أكيد فإذا هذا الحب انتهى كله هذا ما له إيمة بينما إذا موجود هذا الحب كل هدول إلهم إيمة بوجودا أو عدمه كلام موزون وكلام من ذهب بنجم ونقول عليها اليوم إن شاء الله يستفادوا منه العديد من الناس اللي قاعدين يتفرجوا علينا واللي يسمعوا فينا زادة كيف كيف نرجعوا للفيلم ما نحبش نحرق الفيلم وما نحبش نعطي تفاصيل وإلا أحداث ولكن كان لك ظهور صغير في الفيلم حلت الفيلم موجودا لا بالعكس لا مو من عندي لا لا بالعكس خطفت الفيلم وصحيح نتفرج على الفيلم نستنى أنك تظهر وبالله لا بي معنايا وين نتفرج نقول زعمة باش تظهر سليفة وخرجي وما خيبت شذا أني ظهرت في آخر الفيلم وقلت كلمة مهمة ما خلصوا المطالب ما خلصوا المطالب هي جملة واعلة لا جملة واعلة